اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من ثار على ناجهم إلى يوم الدين وبعد نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا وأن وفقنا للإسلام ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل مع المساق الثاني في المحاضرة الثانية مع شيخنا الشيخ جلال الدين بن عمر الحمصي حفظه الله تعالى وكانت المحاضرة الأولى في تعريف الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وليوم يستكمل حديثه بإذن الله عز وجل حول الحديث المتعلق بضوابط الأمر بالمعروف والنهي على المنكر في زميل الفتنة حياكم الله شيخنا وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بين بكم بيننا بين إخوانكم وطلابكم أهلا وسهلا فضلوا شيخنا حياكم الله جميعا حياكم الله شيخنا شيخ محمد الله يزاكم الخير ببارد فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنادى بأسمائه الحسنى سبحانه ذي الجلال وأصلي وأسلم على الرسول والصحب والآل ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم يؤول إليه المآل أما بعد اصطفى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم رسوله ومبلغ دعوته للناس كافة قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون تكلمنا في المحادرة السابقة عن الفتن وتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها وتصدي العلماء للفتن وتحصين النفس والناس من شرورها وذلك بالحرص على العلم والعبادة معا وتناولنا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اللغة والاصطلاح ذاكرين أهميتهما في الدعوة إلى الله عز وجل وحفظ الأمة الإسلامية من الفساد والضياء واهتمام العلماء بذلك وتأليف المصنفات فيهما بدءا من القرن الثالث حتى يومنا هذا وتكلمنا عن تعظيم المولى سبحانه وتعالى وعن تعظيم أمره ونهيه ثم ذكرنا أهمية الإصلاح في المجتمع وأنه لا يكتفى بالصلاح بلا إصلاح وذكرنا أثر حذيفة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام وأنهما من أسباب الفوز في الآخرة بأعظم فوز وذكرنا خطأ العلماء باهتمامهم بالأمر بالمعروف تركه من النهي عن المنكر وتناولنا دور الإعلام الخبيث والدعوات الباطنة الباطلة ورغبات الغرب في إفساد المجتمع ثم ذكرنا أن الإنسان لا يعذر إن اجتنب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر مخافة اللوم وخشية الناس قال تعالى ولا يخافون لومتلا وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الجهاد وهو كلمته الحق عند سلطان جائر فبينا عظم إنكار المنكر ولو على الحاكم وبعد ذلك تطرقنا لبعض من الضوابط كصفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وعلى من يجب وتحدثنا عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وختمنا بكلام الإمام الشافعي وابن القيم رحمهما الله حول سورة العصر وأهمية العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وأنه نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره وكماله بإصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل وقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخضرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأتي الآن إلى محور كلامنا في هذه المحاضرة حول ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما من أمر إلا وله ضوابط فالقواعد والضوابط هي التي تضبط الأمر من الإفراط أو التفريط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل خصائص الأمة الحية ومن أهم مقومات بقائها وسنتناول بعض القواعد والأسس اللازمة للقيام بهذا الأمر على الوجه الصحيح وسنلقي الضوء على اللغة الحاصلة في فهم بعض هذه القواعد ساعين إلى تصحيح تلك المفاهيم بإذن الله تعالى وقد يقول البعض هل يحسن أن نتحدث عن القواعد والضوابط مع قلة الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر والجواب الأمة تغط في غيبوبة عن هذا الأمر إلا من رحم ربه وهذا لا يعني أن نغفل عن هذه القواعد والضوابط الشعية التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعل ما يشجع على الكلام حول القواعد عودة الكثير من الشباب المسلم إلى دينهم الحق وتوبتهم لتصبح الأمة الإسلامية على أبواب فجر جديد بإذن الله تبارك وتعالى فما تعيشه الأمة من واقع مظلم ومرير إنما هو ظلمة ما قبل بزوغ الفجر وإنما هو مخاض تعقبه ولادة جيل لا تأخذه في الله لوم تلائم بإذن الله تبارك وتعالى من هنا كان واجبنا تجاه جيل النصر والتمكين أن نمهد مسيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمامه ونجعله واضح المعالم في الطريق حتى يكتب له الأجر كاملا بإذن الله وحتى لا يخطئ أو يضل في هذا الأمر فيكون منكر آخر وانحراف جديد يحتاج إلى تصحيح وتحتاج هذه القواعد والضوابط إلى أكثر من رأي وأكثر من اجتهاد لأنها مسائل تتبع في الغالب المصالح التي يتحقق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمصالح تتجدد بحسب العقول والأزمان والأحوال ولهذا ينبغي جميعاً ولهذا ينبغي لنا جميعاً أن نجتهد ونفكر لنصل بإذن الله تعالى إلى تحقيق المصالح والمفاسد فأول ما نضعه من هذه الضوابط والقواعد أن يتصف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فليس المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التشفي أو الثأر أو الانتقام من هذا الواقع المر أو من هؤلاء العصاط وإن جاروا وبغوا على أهل الحق والخير وإنما هو جزء من الدعوة إلى الله فالصبر فيه صبر على الدعوة إلى الله فيجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن الخلق هيناً ليناً سمحاً بشوشاً هيناً ليناً سمحاً بشوشاً يبشر ولا ينفر ورعاً تقياً حليماً صبوراً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة لأن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فإن أردت أن تأمر بالمعروف فليكن بالمعروف وإن أردت أن تنهى عن المنكر فليكن بالمعروف ومن صفات الداعية الصبر وتحمل الأذى يعتبر شيخ محمد حبث لو الجميع يغلق الميكروفون من عنده يعتبر الصبر على الأذى من الدعائم التي يجب أن يستند عليها من يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر وطالما كان هناك أمر بمعروف ونهي عن المنكر فالغالب أن يصاحبه ما أذى من الناس ويظهر هذا جليا في وصية لقمانة لابنه قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولذا أوصى الله تبارك وتعالى الرسل بالصبر فقال سبحانه مخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال أيضا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ومن صفات الداعية أيضا الرفق وحصن الخلق يعتبر الرفق وحصن الخلق من صفات من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فالعنف والغضب المفرط في الدعوة قد يؤديان إلى مفسدة عظيمة لا يحمد عقباها وهذا الخلق المبارك من الرفق والولين الجانبي هو الذي تربى عليه الأنبياء والمرسلون وساروا عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى عند الحديث عن موسى وهارون إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال تعالى أيضا مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخاطبا كل من يدعو إلى الله تعالى دعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر روى مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه قال الشيخ سيد طب رحمه الله إن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ قال سفيان الثوري رحمه الله لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله تحر الرفق مع العلم والحلم والبصيرة لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم لا عن جهل ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعو إليه تاركا ما ينهى عنه حتى يقتضى به ومن هنا كان الضابط الثاني وهو العلم طلب العلم له شأن عظيم ومن الجهاد في سبيل الله ومن أسباب النجاة ومن الدلائل على الخير ويكون بحضور حلقات العلم ويكون بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان من يفهمها ويكون بسماع الخطب والمواعظ ويكون بسؤال أهل العلم كل ذلك من الطرق المفيدة ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم وهو الأصل في العلم فالقرآن رأس كل علم وهو الأساس العظيم وهو حبل الله المتين وهو من أعظم وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وهو أعظم قائد إلى الخير وأعظم ناه عن الشر ولذلك لابد لمن يقوم بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم بموقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون على علم بحال من يأمره وينهى حتى يقتصر في تصرفه على حدود الشرع الحنف لأنه إذا كان جاهلا بهذه الأمور فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح ولذا قال شيخ الإسلام ابن التيمية رحمه الله لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه فالعلم واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم المطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على نوع المأمور به والنهي عنه فهناك أمور من المعروف معلومة من الدين بالضرورة لا تحتاج إلى مزيد من العلم حتى يجادل الإنسان ويحاج بها وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة فالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء على سبيل المثال إذا رأيت تارك الصلاة هل يحتاج أمرك له بأداء الصلاة إلى كثير علم بل يكفي للآمر بل يكفي للآمر في هذه الحالة أن يعرف أن الصلاة من أركان الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بها وهذه المسألة يعرفها الصغير قبل الكبير ولا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن يعلم بالشريعة بأن هذا معروف وهذا منكر لألا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف فبعض العوام عنده غيره يحب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولكن قد يأمر أحيانا بما ليس بمعروف بناء على أنه هو يرى أنه معروف وليس كذلك وهذا مما لا شك فيه خطأ عظيم كذلك أيضا بعض العام عنده غيرة شديدة يرى أن هذا الشيء منكر فينهى عنه مع أنه ليس بمنكر فمن الناس من يكسر التلفاز الذي فيه من القنوات المفيدة النافعة وما يستفاد منه في طلب العلم لأن ذوقه يرى أن التلفاز حرام منكر ويقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا غلط عظيم أولا ليست مشاهدة التلفاز منكرا خالصا فالتلفاز آلة يودع فيه الخير ويودع فيه الشر فإن شاهدت شرا فهو شر وإن شاهدت خيرا فهو خير إذن لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يكون عنده علم بالشرع لألا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف كذلك لابد أن تعلم أن هذا الفاعل قد أتى منكرا أو ترك واجبا مثال رأيت شخص رأيت مع إنسان امرأة فظمنت أنها أجنبية منه فجعلت تنهاه هذا غير صحيح قد تكون هذه الإمرأة فعلا من محارمه أو زوجة له لا تنكر حتى تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع فعلا وقعها فعلا في المنكر قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله لابد من العلم والرفق والصبر فالعلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده الضابط الثالث هو اتباع فقه الأولويات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أولويات فلا بد أن نقدم المنكر الأكبر في الإنكار ثم المنكر الأصغر منه وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها شاهدة على ذلك حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يزنون ويؤدون البنات ويشرفون الخمر ويقطعون الأرحام ويأكلون الميت ويشركون بالله تبارك وتعالى ويعبدون غير الله فبماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته وإنكاره على المشركين لقد بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن الشرك أولا وهو غاية ما أرسل به الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم فإذا نبدأ بإنكار الشرك لأن الشرك هو المنكر الأكبر وهو الذنب الأعظم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وكل دعوة إصلاحية أخلاقية لم تقم على الأمر بالمعروف الأكبر وهو التوحيد وعلى النهي عن المنكر الأكبر وهو الشرك فإنها دعوة مخفقة لا تنجح بأي حال من الأحوال إن البدء بالعقيدة والتوحيد هو الأساس حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وبرهان ومن هنا كانت هذه هي البداية التي لا تتجاوز بعد ذلك وبعد ذلك ينطلق الإنسان فإذا أردت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر فرتب هذه الحقوق ورتب أنواع المعروف وكذلك رتب أنواع المنكر وابدأ بالأهم ثم المهم ولا يمنع ذلك أن تكون بداية دعوتك بالمحبة والحكمة والموعظة الحسنة ونحن نقول إنها جزء من الدعوة إلى الله لكن يجب أن تكون الأولوية لتغيير المنكر الأكبر حتى إذا بقيت عنده كبائر فهي أهون من المنكر الأكبر وهو الشرك ثم السعي لتغيير الكبائر الأخرى ولكن بعد الإطمئنان إلى أن المنكر الأكبر قد قضي عليه وأنه لا وجود له وحتى في المجتمعات التي ساد فيها توحيد الله عز وجل ونبذ فيها الشرك فإننا لا نترك الكلام حول التوحيد ونبذي الشرك بل يجب أن نذكر أننا دائما ونذكر الناس بأهمية التوحيد والثبات عليه قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعظم عبادة هي التوحيد وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل دلالا بعيدا وهنا ألاحظ أهمية الثبات على الإيمان والاستمرار عليه فهو الأساس وبعد ذلك تقوم جميع الطاعات ولو أننا عرفنا حقيقة التوحيد ولو أننا اجتنبنا المنكر الأكبر الذي هو الشرك لما أكلنا الربا ولا رضينا بالخمر والزنا أبدا وغيرها من الكبائر فضلا عن الصغائر والمنكرات وبعد إنكار المنكر الأكبر وهو الشرك نأتي لإنكار المنكرات وذلك حسب تأثيرها على المجتمع فنبدأ أولا بإنكار المنكرات الظاهرة أو بعبارة أخرى أن نهتم بإنكار المنكرات الظاهرة أكثر من اهتمامنا بإنكار المنكرات الخفية والمستترة وهذه القاعدة تحقق المصالح جميعا حيث تحقق القضاء على المنكر الظاهر كما تحقق القضاء على المنكر الخفي ولكن بعض الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر لا يفطنون إلى ذلك ولو نزلنا إلى أرض الواقع وتأملنا فيما حولنا في المجتمع واتخذنا أمثلة على ذلك لوجدنا أن هذا الأمر واضح جليل إن الواجب في الحقيقة هو أن نبدأ بالقضاء على المنكر الظاهر فالمنكر الظاهر شيوعه وانتشاره يوجب غضب الله تبارك وتعالى وأما المنكر المستتر فإنه مستتر بذاته وما يزال دون دراجة الشيوع وإنما يظهر ويشيع المنكر المستتر إذا تركت المنكرات الظاهرة دون ما إنكار حتى تصبح معروفا فإذا أصبحت المنكرات الظاهرة معروفا تشرأ الناس على التبجح بالمعاصي فلم يعودوا يستترون بأي منكر بل أصبحوا يجاهرون بالمعاصي ما ظهر منها وما بطن والله مستعى وأما الضابط الرابع فهو أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر إن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر أو مفسدة أعظم فإنه لا يجوز إنكاره فليس المقصد مجرد الإنكار أو التشفي بالإنكار أو الانتقام من صاحب المنكر بل الغاية هو أن يطاع الله تبارك وتعالى فإذا كنت تسعى إلى أن يطاع الله وجئت بما يؤدي إلى معصية أكبر فلا تفعل ذلك وقد بيّن الله ذلك في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك لأن ذلك يؤدي إلى أن يتجرأ المشركون فيسبوا الله عز وجل فلو ذهبت إلى إنسان تعلم من حاله أنك لو أمرته بمعروف ما لأعلن الكفر وسب الله ورسوله فلا تأمره فهو فاحش بذيء لا يتقى شره وشر الناس من يتقيه الناس مخافة شره فمن المصائب أن يقع هذا في مجتمعنا وأن يوجد من يسب الدين في ظل هذا المجتمع الذي ترتفع فيه المآذن في كل حين وتملأ الأجواء بالتكبير والشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة فلا بد إذن أن ننتبه إلى هذا الأمر فلا ننكر المنكر إذا كنا نتوقع أن يقع منكر أكبر منه وأيضا لا ننكر المنكر بوسيلة غير مشروعة فالمنكر منكر فلا ينكر المنكر بمنكر آخر لأنه ما منكراني فما هذا بأولى من ذات وإنما ينكر المنكر بالأمر المشروع وبالمعروف وبما أمر الله تبارك وتعالى وبما شرع ومن المهم ألا يزول المنكر إلى أنكر منه ومن المهم ألا يزول المنكر إلى أنكر منه لو أن إنسانا وقع فيه منكر ونهيته عنه لكنك تعلم أنك بنهيك إياه سيتحول إلى ما هو أعظم فلا تنكر لأن درأ أعلى المفسدتين بأدناهما أمر واجب خذ من المفسدتين أقلهما إذا كان لابد ودليل هذا أن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب آلهة المشركين أمر مطلوب لكن إذا كان سبهم يؤدي إلى سب الله عز وجل صار أمرا محرما ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لو رأيت قوما في مجلس على رصيف من الأرصفة يشربون الخمر ويلعبون القمار وأشياء أخرى محرمة لكنك تعلم أنك لو نهيتهم وأقمتهم عن هذا المنكر لو رأيت قوما في مجلس على رصيف من الأرصف يشربون الدخان ويلعبون القمار وأشياء أخرى محرمة لكنك تعلم أنك لو نهيتهم وأقمتهم عن هذا المنكر سوف يذهبون إلى حانة خمور أو الميسر أو الزنا أو اللواط هل تنهاهم على ما هم عليه أم لا لماذا؟ لأنه أهوا ولا يمكن أن تنقلهم من الأهوا إلى الأشد والأشر وأمثلت هذا كثيرا لكن العاقل يزن بين الأمور ويعرف النتائج وينظر ما هي العواقل سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون إلى الناس يضربون ويبطشون يقولون نحن نأمر بالمعروف فننهى عن المنكر فنهى عن ذلك وقال إنما يفسدون أكثر مما يصلحون فلابد أن ينظر إلى العواقب وما هي حتى تكون على بصيرة في أمرك ونحيك عن المنكر أما الضابط الخامس وهو الموازن في حال اختلط المنكر بالمعروف أو اختلط المنكر بمعروف وهذا يشبه النقطة السابقة في وجه ومن مثال اختلاط المعروف مع المنكرات ما قد يقع في بعض المساجد مما يخالف السنة من بدع أو عادات فإنها أحدهما عن تلك المخالفات لربما أدت إلى نفور الناس عن المسجد فكيف التصرف الصحيح وندعو الإجابة لشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله إذ يقول وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائف جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهى عن منكر بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وزوال فعل الحسنات وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنه وبمثل ذلك قال كثير من أهل العلم ومثال على ذلك بعض البدع التي تحصل في المساجد في رمضان كذكر الجماعي بين صلوات التراويح فإن إن أنكرنا على رواد المساجد هذا الأمر قد يتوقف عن الذهاب للصلاة من باب اجتناب البدع وهنا نكون قد وقعنا في صد للمعروف الأكبر وهو ارتياذ المساجد الضابط السادس وهو تأخير إنكار بعض المنكرات للوقت المناسب هنا لا نتوقع أن ننكر المنكرات دفعة واحدة والشيء المؤلم والمؤسف اليوم أن كثيرا من المسلمين يتهاونون بالمعاصي فتجد أحدهم متهاونا بالصلاة ويسمع المعازف ويرى النساء الأجنبيات ويغش في البيع والشراء ويكذب ويغتاب والله المستعان إنها مصائب مجتمعة ومنكرات فإذا نحن مع قولنا في الأول بالبدء بالأهم فالمهم والبدء بالظاهر قبل الباطن نقول أيضا إن مما يجب هو أن نؤخر ما قد يصد مشاعر هذا الإنسان فيجعله يرجع عما هو عليه من الحق فإذ اهتدى وبدأ يقيم الصلاة فنحرص بعد ذلك أن نبين له أن سماع الأغاني حرام وأن مشاهدة النساء في الشوارع أو التلفاز أو غيرها من وصائل التواصل الاجتماعي حرام ولنبدأ بذلك حتى يدخل في الدين تدريجيا ويرسخ الإيمان في قلبه بالتدريج ولا نتعجل ونقول ما دام أنه اهتدى اليوم فيجب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت أن يبادر فيحافظ على الصلوات جماعة ويترك المنكر الظاهر والباطن وأن يترك جميع المنكرات التي هو عليها فهذا من المحال وإن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع فما ذال دينه إما ذال إيمانه ضعيفا وهذا مما يجعل بعض الضعاة يفشل في دعوته لأنه توقع ذلك والحقيقة أن النفس لا بد لها من التدرج فبعض الأمور قد تؤجل إلى أمد ما محافظة على الأصل الموجود لكي ينمى الإيمان في قلبه ثم بعد ذلك يترك ذلك وكذلك الأمر بالنسبة للتلطف لحديثي العهد بالإسلام وحديثي الالتزام فالصبر مفتاح للدعوة إلى الله واللطف واللينا من أساسيات الدعوة ومن ما يؤثر في مشاعر الناس والعوام خاصة الغلظة في إنكار بعض البدع التي يعتبرها العوام من ما يقربهم من الإسلام مثال الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمبالغة وهذا كما جاء في الحديث لا تطؤوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولعل من الأمثلة التي توضح هذا أنه إذا اقتصر الدعاة إلى السنة على إنكار الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن هذا الغلو منكر الذي يؤدي إلى الشر لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكره وعلمنا أن ننكره والأحاديث في ذلك معلومة لكن إذا اقتصرنا فقط على القول بأن الغلو في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكر فإن ذلك سوف يكون مدخلا لأهل البدع ومدخلا لبعض المهتدين الذين هم قريبوا عهد بالبدع أن يقولوا إن هؤلاء الناس لا يعرفون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النهي عن محبته أو عن الغلو فيه ولا يتحدثون عنها ولا يؤرون بها إذن ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب أن نبدأ بالتذكير بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعاته والتزام أمره والتباع سنته ونجعل النهي عن الغلو فيه مع ذلك وضمنه وإلا قد يفتن بعض الناس من هذا الباب يفتنه الشيطان أو يفتنه شياطين الإنس بمثل هذه الشبهات ولا تخفى عليكم الأمثلة التي توضح ذلك فيما واقعنا اليوم مثل ما يسمى بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الحلقات التي فيها من البدع والمنكرات ما أنكره السلف رضي الله عنه وأما الضابط السابع وهو ضابط مهم جدا 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 في هذا الزمن الذي نعيشه وهو الإنكار على العالم ليس كالإنكار على الجاهل الإنكار على أهل العلم والفضل فهم بالنهاية بشر فهم بالنهاية بشر والعصمة والعصمة انتهت مع نبينا عليه الصلاة والسلام وقد كان هناك أناس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وكانوا من بين صحابته ثم لما توفاه الله عز وجل أو ثم فيما بعد قد ارتدوا عن دين الله عز وجل هؤلاء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه ومع ذلك فالسبات الثبات ومع ذلك الإنكار على العالم ليس كالإنكار على الجاهل فالعصمة دفنت مع نبينا عليه الصلاة والسلام الإنكار على العالم أو على الفقيه أو على الكبير للفاهم ليس كالإنكار على المبتدئ وحديث العهد بالمعصية والجاهل أرأيتم لو أن أحدا من خيار الصحابة رضي الله عنهم جاء وبال في المسجد وحاشاهم من ذلك كيف يكون الإنكار عليه سوف يكون شديدا لأن هذا الأمر لا يمكن أن يفعله إنسان من كبار الصحابة أو من خياره ممن عرف الإيمان وحقيقته فسوف يكون الإنكار عليه بأشد ما يمكن وبذلك وقائع من السيرة كإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذار رضي الله عنه لما قال لبلار رضي الله عنه يا ابن السوداء فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وقال له يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية فهذا إنكار شديد اللهجة فالجاهلية التي هرب وخرج منها أبو ذر رضي الله عنه وتحمل المشاق وجاء إلى الكعبة وجاهر بالإيمان وضرب حتى امتلأ بالدماء وقلوا ذلك لذات الله ومن أجل الله ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرء فيك جاهلية لأنك أمام إنسان يعرف الحق وعرف الجاهلية وعرف قذارتها وعرف نتنها وعرف كيف يفر منها كما يفر من النار أو من الأسد فقال له هذا الكلام ليرتدع وفي المقرب الآخر لما جاء الأعرابي وبال في المسجد فهذا أعرابي لم يأعرف من العلوم الشرعية ولم يقو إيمانه بعد كما كبار الصحابة ولا يفقه من أمر الله ودينه شيئا ودخل وبال في المسجد فأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنتار على الجاهل يختلف فهذا نناطفه ونلاينه ونداريه ولا نعنفه فنجد في قصة هذا الأعرابي ما يشهد بهذين الضابط الضابط الأول تحمل أهوان المفسدتين لدرء أعظمهما والثاني إن الجاهل لا يكون الإنكار عليه كالإنكار على العالم وعلى ذي الشأ ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجر الصحابة وينهاهم عندما ثاروا عليه ليسجروه عن البول في المسجد للأعرابي لانتشر البول في أجزاء كثيرة نتيجة فزع الأعرابي بل وسينشره في ملابسه إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم إذن نتحمل المفسد من أجل أن ندفع مفسد أكبر فهذا شيء والأمر الآخر أن هذا الإنسان جاهل والجاهل نرقب به كما منع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يضربوا ذلك الأعرابي وأمر أن يغير المنكر بصب دلو من الماء على البول لإزالة النجاسة فالآن تم القضاء على هذه النجاسة وبقي أن نقضي على ما في قلب هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما قال معاوية كما قال معاوية ابن الحكم السلم والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما معلما مثله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد معلم أرفق من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحكم فلما رأى الأعرابي هذا الرفق وهذه المعاملة ممن كان يظن أنه أكثر الناس شدة ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس شدة في الحق لكنه كان يوازن بين المصالح والمفاسد لما رأى ذلك قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد وذلك لأن القلب ما تزال فيه ضغينة للذين ثاروا عليه وأظهروا وأظهره في مظهر لا ياليك ولكن دعا أن يرحم الله عز وجل النبينا عليه صلى الله عليه وسلم وهو أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن أجف قلوب الناس فالجاهل نعلمه ونترفق به ونبين له وكما أيضا وكذلك أيضا من الضابط الثامن وهو الإنكار في مسائل الخلاف ثم نتكلم على مسألة وهي أن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم الإنكار في مسائل الخلاف وهذا الأمر مهم في ذاته لأنه كثيرا ما يفهم خطأه ونقصد بذلك أن الأمر الاجتهادي المحض لا ينكر فيه وذلك إذا كان الخلاف معتبرا عند أهل العلم وخاصة عند المذاهب الإسلامية المتبعة لأن لكل مذهب إمام ودليل عليه العمل ولا يمكن أن يتفق أهل العلم في كل الفروع والأحكام على قول واحد نعم المصيب واحد لأن الحق واحد ولا يتعدد والمخطئ غير متعين لنا ولا يمكن الجزم بالصواب المطلق والإثم مرفوع عن المجتهد وعن من يتابعه ويقلده ولا يمنع ذلك من الرد العلمي ومناقشة المخالف بالأدلة ونحن ذلك وتحدث الفقهاء عن الخروج من الخلاف وهو أحسن محبوب مندوب إلى فعله برفق ما قالوا واتفقوا على أن الخروج من الخلاف سنة إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو قمع في خلاف آخر أما أما الخلاف الشاذ أو غير المعتبر فيحق بل يجب الانكر على صاحبه لعدم قيامه على دليل النقبول ولا قيمة لهذا النوع من الخلاف لا يمنع من الانكار عليها والضابط التاسع أن يكون المنكر واقعا في الحال لا في الماضي فلا يجري الانكار على ما وقع من شخص ما من منكرات في أزمان ماضية إلا إن كان من باب التذكير بالتوبة ونحوها لمن فرط أو قصر في حق الله أو حقوق الناس فتذكير الناس بذنوبهم الماضية قد يلحق الأذى بهم وخاصة إذا تابوا عنها وصلحوا بعدها وبهذا نكون قد ذكرنا تسعة ضوابط وهذا ليس على التعيين بل قد يجتهد أحدها ويزيد فيها أو ينقص منها أو يدمجها وهذا من الإصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح وقبل الختام نذكر بعض الآداب ونمر عليها سريعا في الأمر بالمعروف عن المنكر الإخلاص وهو أول ما نبدأ به الإخلاص وهو أصل عند الشروع في كل عبادة من العبادات فيجب على الآمر والناهي أن يستحضر وينوي في أمره ونهيه مرضات الله سبحانه وتعالى وأكتفي بالتذكير أن لا يتحول الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلى حب الظهور أو الجدال والحذر من الوقوع في الكبر أو العجب وغيرهما من المقاصد التي تنافي المقصد الشرعي وتفسد الثواب على العباد الصبر وقد مرت معنا ضمن الصفات الداعية فإن أمر الناس بالمعروف نهيهم عن المنكر يعرضك لأذاه والقيام بواجب الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر مظنة حصول الأذى أو بعض الأذى من الناس فلابد لمن يقوم بهذا الواجب من الصبر وأن يوطن نفسه على ذلك ولا يكون أزى الناس صارفا له عن هذا الواجب أما الأدب الثالث وهو البلاء فلا يصح ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لمظنة عدم استجابة الشخص المدعو وعلى هذا أكثر أهل العلم كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والهادي هو الله سبحانه وتعالى الستر ويراعي من يأمر وينهى ألا تتحول المصيحة إلى فضيحة ألا تتحول النصيحة إلى فضيحة لأخيه المسلم كما ذكرنا كلمة الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه اللين والرفق وخاصة مع الجهلاء والضعفاء من الناس فيما يشمل عموم الدعوة والنصح مع الكافر ومع المسلم أيضا من باب أولى فالترفق مع الناس سبيل إلى كسب مودتهم واستجابتهم ففي صحيح البخاري رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله الطواض بأن لا يستكبر الآمر أو الناهي على الناس بكونه أعلم منهم أو لم يقع بما وقعوا به من الذنوب فربى مذنب تائب خير من ذي طاعة يستكبر على المذنب وأما الأمر السابع من الآداب ألا يخالف ما يأمر به وينهى عنه وذلك من الصدق مع النفس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وكلما كان من يتصدر لهذه الفريضة مما يعرفه الناس بالالتزام والمروء والخلق الحسن كان ذلك أدعى لتقبلهم واستجابتهم وهو مما يعين المرء على التأثير على الناس وكذلك وكذلك والأدب الثامن العلم أن النهي بالقلب مقدور عليه دائما إذ أن المسلم لا يمنعهم شيء من كراهية المنكر بقلبه وهذا في وسع واستطاعة الجميع كبارا وصغارا في كل الأحوال والظروف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أن جعله أدنى الدرجات الأدب التاسع ترك مجالسة صاحب المنكر الجلوس يعتبر علامة رضا بما يقع في المجلس من خير أو شر فإن صاحب المجلس فإن صاحب المجلس فإن صاحب المجلس وجوده المنكر فيجب الإنكار ثم الهجران للمجلس قال تعالى والرجز فهجر فالمجلس إذا حصل فيه منكر يجب إنكار هذا المنكر فإن لم تستطع إنكار هذا المنكر القيام من هذا المجلس وهذا مما يقع به البعض من الناس أنهم يجالسون أهل المنكرات ويتذرعون أنهم ينكرون عليهم بالقلب وأي نكارة في القلب لمن يجالس فيخالد أهل المنكر والأمر العاشر أن يستعين بمن يثق بهم طلب المعونة من الإخوان ووجوه الناس ومن هو أعلم منه فذلك أدعى للتأثير وأقوى في استجابة الناس وكما قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وطبيعة مهمة للأمر والمعروف والنهي عن المنكر أنها مهمة دعوية ولذلك تحتاج إلى أخ يشد من أجرك في القيام بهذه الدعوة كما قال موسى ربه سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري وفي الخيتام نذكر بعظم أجر القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي الحديث على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة هؤلاء إخوان إن لم تصلحهم أنت من يصلحهم قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسر عن أبي حازم عن أبي هرير رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وأعود لأقول إن الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر هو ضعيف في مجتمعنا وضعيف حتى في أنفسنا وفي بيوتنا إلا من رحم الله وإنه لأمر عظيم وإن له قواعده وضوابطه التي يجب علينا أن نعرفها وأن نتواصى بها وأن نحث أنفسنا على تطبيقها بإذن الله وأنه مهما كانت قلة العدد وضعف الإمكانيات إذا تمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة وفي الأمر والتغيير فإننا بإذن الله سوف نحقق ما يريد بل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لأن غرضنا إنما هو إرضاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم رضاه وتوفيقه ونصره إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد سبحانه وتعالى هذه الخلاصة التي مؤكد أنكم بحثتم كثيرا حتى وصلتم إليها جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم مستعد من كل لذي سؤال أو استفسار أو يحب أن يشارك معنا سأل عبر الشات أو حتى نعطي المايك فيشارك بمداخلة أو بسؤال كان هناك أحد الأخوة رفع يده أثناء المحاضرة ما أدري ولا نسيت اسم لم تعد هناك يد مرفوع طيب طيب شيخنا على نكتفي بهذا ومحصر